إلى ذلك اجتمعت بعثة مملكة البحرين بالحملات البحرينية كافة وأطلعتهم على خطة السير المراد بها في المشاعر المقدسة من جانبهم يسعد حجاج المملكة للخروج في يوم التروية الذي يعقبه الذهاب إلى جبل عرفات ثم النفر إلى المزلفة صالح يوسف والتفاصيل مع اقتراب النفرة والازدحام تستنفر لجانب بعثة الحج البحرينية طاقاتها من أجل تنظيم وإدارة حجاجها بكل يسر وسلاسة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية طبعا الجداول كل حملة هي جدولها لكي يتعرف الأوقات بالضبط من وين تتحرك وين هذه مع الشرح لهم نشرح لهم وسوف نكونوا ميدانيا نحن نشلون نطلعهم من منه ونطلعهم من نفوجهم بالأحرى من منه ونفوجهم كذلك من عرفة وإلى مزدلفة سوف نكون معاهم وسوف نرتب ونكون نظامي سوف يكون نظاميين يطلعون كل حملة ورا حملة وكل واحد يمسلون مثل العام الحمدى توفقنا يعني احنا خلصنا المهمة في الساعة ثمانية مساء وكلهم في مزدلفة تنظيم الحركة والسير وقعت على عاتق لجان عدة لجنة المواصلات ببعثة الحج البحرينية كانت وما زالت المساهمة المستمرة في ضبط حركة السير مهام لجنة المواصلات التسهيل إلى جميع اللجان الخروج لمهامها بيسر سهولة فنرتب السواق من الليل على الوقت المحدد لهم يطلبون عشان يكون يدون المهام بيسر سهولة والعودة تكون بيسر سهولة واحنا نقترح عليهم بعض الأوقات ساعات لأنه يكون مكة في موسم الحج تكون زحمة أيام مضت على حجاج المملكة بين هذه المشاعر تحايا وكلمات يهديها أولئك الحجيج لذويهم وأهليهم راح تحاق البعثة الصحية والحمد لله أمرهم طيبين إن شاء الله وترتيبهم ويت زين والحمد لله ما قصروا معاني الدكتور شافني أمرهم طيبين إن شاء الله الحمد لله علي الحمد لله نحن اعتمرنا وطفنا الحمد لله بكل تيسير وسهولة وما قصرت المملكة العربية السعودية بالتيسيرات والتسهيلات للحجاج الحمد لله على كل حال وأوجه الدعوة إلى كل مقتدر أن يزور بيت الله الحرام لأنه فرصة ما تكرر وفي أكمل جاهزية يستعد الحجاج البحرينيون للدخول في المناسك حيث عرفه ومزدلفه ومينه يد هنا ويد أخرى هناك تتعانق من أجل إتمام المشاعر المقدسة في أبهى صورة حضارية ونظامية فحملات المملكة كافة تستقل إرشادات والمعلومات اللازمة لتأدية مناسك الحج وذلك من قبل بعثة الحج البحرينية لتلفزيون البحرين صالح يوسف مكة المكرمة